اليوم الملف هو ربما يكون ملف جاء متأخرا ولكنه يبقى ساخنا وهو ملف قوانين العدالة الانتقالية وخلي نوضح موضوعة هذا المصطلح قوانين العدالة الانتقالية هذه القوانين دائما تذهب إليها الأنظمة الجديدة عندما تكون وريثة لأنظمة أخرى من أجل تعويض ضحايا النظام السابق من أجل تعويض الناس الذين كانوا يسرون على قضية ويسرون على تغيير ويحملون رسالة التغيير ورسالة محاربة الدكتاتورية ورسالة محاربة التسلط والعنجهية وشوفينية التي كانت تمارسها الأنظمة السابقة فيأتي النظام الجديد يطيب خاطرهم يعني هو قانون ما لطيب خاطره يطيب خاطرهم مفشي بسيط يعني ممثل اللي صار عندنا بالعلاق قوانين العدالة الانتقالية اللي صارت عندنا بالعلاق ما صار بكل مكان لا بالمريخ ولا بالقمر ولا بأي مكان المشكلة وين صارت؟ صارت أنه إحنا عندنا مجموعة من الناس هدفهم الأول والرئيس اللي يسموهم الطبقة السياسية للسلمة بغداد في عام 2003 من بريمار اللي كان أول هدف عندها أن يتحقق أنه بريمار يسجل لها رواتب هاي أول هدف عندها فأنتوا بعد هذا راح تعرفون العقلية اللي موجودة في عقل هؤلاء الناس هؤلاء الناس هم الآن يمثلون شيء خيالي اسمه العملية السياسية شيء افتراضي لأنه العقلية اللي قادت العراق منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة لم يصادفنا أي رجل سياسي بمفهوم السياسة لأن الرجل السياسي يقولون هذا رجل السياس هو القادر على أنه يحقق مصطحته ومصالح الجميع إذا يحقق بس مصطحته هذا مو سياس هذا نصاب هذا واحد حرامي فهذا لحققهم بس مصالحهم الرجل السياس هو بإمكانه أن يحقق مصطحته ومصطحت البلد مثل ما نشوف كثير من السياسيين يدخلون في صفقات واتفاقات دولية ويعني مع منظمات ومع دول من أجل أن يحققوا شيئا لدولهم مو لأنفسهم هؤلاء دخلوا بكل شيء من أجل أن يحققوا شيئا لأنفسهم فهناك فرق كبير ما بين أن تكون نصابا وما بين أن تكون سياسيا فالموجود عندنا الآن بالطبقة الأعام المعظم يعني نستثم منهم شوية بعض القلة القليلة يعني 99.99 هذولا نصابين بس واحد بالعشر شون طلعا ما نعرف إلا نجيب ملقط ونجرها من العملية السياسية ما نعرف فهذه النقطة هاي المسألة هي المشكلة هنا عندنا قوانين عدالة جدتي طبقت العدالة بعين وحدها يعني ما شافت بعينين جدتي شافت ناس قريبين إلها زين ذولا جماعتنا هذولا أخواننا ذولا أصدقائنا ذولا كانوا يانا بالمدرس شنو جابوهم حطوهم أنا بس أرد أفهم شي واحد فقط شلون إنسان كان عايش في لندن وعايش في كندا وعايش في أمريكا زين ويأخذ رواتم منك باعتباره هو معقد نفسيا باعتباره هو عاجز عن العمل باعتباره مريض زين وقاعد هناك عطال بطال بس يصلي بالجامع ويرجع لبيتهم ويجي يسجل على أنه مناظل شنو النضال اللي صار هنا بهذا الموضوع ما قاعد يعرفه نهائيا ما قاعد يعرفه وسجلوه مناظل وانطوه حقوق وانطوه كذا كل شي كل شي وحتى الزوجة هناك الناس اللي موجودة بإيران وموجودة ببريطانيا وموجودة بكندا وموجودة بأمريكا وموجودة ببعض الدول الأوروبية جووا منك اللي هنا جوي وإذا هم معارضين طلعوا لتصدام حسين زين شون صاروا معارضين ما نعرف ضربوا صاروخ قنبلة فجروا لهم نفاق خم الدرهم كل شي ما نعرف كل شي ما سوا نهائيا أنا أقول لك بس أكون مجموعة عدنا من الخوانة كانوا موجودين يقاتلون ضد العراق أكثر من هاي ما عدنا لا أكثر ولا أقل يخطفون بالناس ويقتلوهم هاي هي زين وهسا ذول الآن هما ذول حمات الأعراض وعمات الشرف أكثر من حتى ما نقدر نجيب أساميهم لأن ذول مقدسين تقدر نجيب أي شيء ما تقدر نجيب اسموهم من أجوي وزعوا قانون العدالة قوانين العدالة الانتقالية أجوي قالوا هذول شهداء وذول مشهداء شون هاي الآن عدنا ناس قاعدين ببغداد زين بعضهم مؤسسات رسمية وبعضهم لا ولا سياسيين زين يقعدون يبعون على التلفزيون هذا المقدم وطني وهذا المقدم هم ووزعون وطنيات وهذا المقدم خوش إنسان وهذا المقدم خوش إنسان وهذا شريف حتى شرف يوزعون وهذا يطب للجنة وهذا يطب للنار حتى يدخلوا بشغل رب العالمين يعني حتى الجنة والنار صارت بيدهم فهؤلاء اللي منطين نفسهم الحق يدخلون بشغل رب العالمين أكيدا منطين الحق نفسهم بأنه يوزعون هذا شهيد وهذا مشهيد إنتوا شلون تتعاملون ويا ناس هنانا الناس ناس انقتلت على إيد صدام وعلى إيد جلاوسته وذولا مو شهداء وجماعتكم اللي قاعدين ببريطانيا وبكندا على البراد على قولة المثل زين صاروا شهداء ويجون يستلمون احنا مو ضد قطع أرزاق الناس ولا ضد انه نقول يعني رفحك لاوات ولا نريد نقول يعني شهداء الحزب الفلاني الإسلامي وشهداء الحركة الإسلامية الفلانية كذب لا احنا ما نريد نقول هذا الكلام نهائيا بس مثل ما انتوا غرفتوا من موازنة العراق وانطيتوا جماعتكم لأسباب طائفية لأسباب شخصية لمحسوبية ومنسوبية هناك ناس لا هم وياكم بالطائفة ولا هم وياكم عدهم واسطات يجون يتقربون لكم يعني هناك تم تجاهل وناس كاملين خلين نشوف ذول الناس تم تجاهلهم منوا تجاهلهم معقولة واحد يجاهل ثمانتالاف نفر يأخذوهم بالصحراء يحطوهم بسيارات ريم أو سيارات كوستر يدخلوهم يحفرون يدخلوهم يطموهم بالتراب هم وأطفالهم وعوائلهم ونسائهم وشيوخهم وعجائزهم وذولا ما عووظهم ثمانتالاف واحد من البرزانيين حطوهم تحت التراب هذا الهدف هذا لحد الآن أي تعويض ماكو نهائيا لهم من الحكومة الاتحادية هذولا مش هداء نهائيا مش هداء ماحد يباعي لهم ولا عوظوا يعني ورث من طاعة سنة ماحد عوظهم هذا الطبقة الأولى أكو طبقة ثانية من الناس اللي هم تم استهدافهم وتشهدوا قتلوا شوفوا شون العبارة اللي تخلوها أنتو ما بين 21 ثلاثة بداية العمليات العسكرية لتحرير العراق ونسميها تحرير أنا كلمة الاحتلال ولا إلي علاقة بها نهائيا ما أفكر بها حتى لو جدت بقانون ما إليع بها ما أن بها لأنه هذه الحرب هي حرب تحرير حرب تحرير العراق 31 أو 21 ثلاثة 9 أربعة سقط الصنم الحاطي بالفردوس وانتهت القضية خلصت هذا الـ 18 يوم 19 يوم الناس اللي قتلت أو استشهدت بسبب أخطاء عسكرية بسبب أخطاء نيران صديقة بسبب كذا هؤلاء الناس صارت من طع سنة ما أحد تفكر بيهم نهائيا ولا واحد قل ولا واحد إجاء تفكر أنه ينطيهم رواتب زي أن ذول الناس اللي ماتت موعدها نساء أرامل موعدها أطفال أيتام مو هي إحنا الآن نتكلم عن أحزاب إسلامية مو الأحزاب الإسلامية الآن اللي مسيطرة عن البلد تقول إحنا شيعة علي بن أبي طالب كان أكو واحد مظلوم بزمن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب يقبل يقبل أنت الصير مليونير وناس ما لاقيا تتغدى ولا تتعشى يقبل علي بن أبي طالب أنت تشتري فندق سبع نجوم في أثناء واحد من أفضل خمس فنادق مشتريهن واحد من المجاهدين زين في أثناء سبع نجوم وعائلة ما عدتها تصرف ولا تاكل ربما أنت تعرض شرف هذه العائلة إلى أن يطلع عن الخط الصحيح وأنت قاعد تحكم باسم علي بن أبي طالب بأي مقاييس خلني ترككم الله شغلة علي بن أبي طالب على صفحة لأنتم بريئين من علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب أيضا بريئ منكم نهائيا بس نريد نتكلم على هذا على الناس اللي حد الآن التاجر بعلي وبالحجة وإحنا قاعد نمهد للإمام الحجة مطلع أول تبار على واحد يقول إحنا ضد الانسحاب الأمريكي لأن إحنا قاعد نمهد لقيام دولة الإمام الحجة لكن أنت منه حتى تحكي عن الإمام الحجة أنت منه أنت منه أنت روح صلح نفسك أول مرة قبل ما تتكلم عن الإمام الحجة زين هاي النقطة المهمة الثانية ما اكتفيني في شغلة توزيع الأموال وكذا هذه ما اكتفيني بها رحنا إلى شغلة ثانية اعتبروا وجود هؤلاء المناظلين بيقوصين في دول الخارج اعتبروها خدمة جهادية وجابوه لك ناس مع احترام للعمامة جابوه لك ناس معممين شغلته يقول هاي حلال وهاي حرام وهذا طاهر وهذا غيرها طاهر زين مقضي حياته كلها بالحوزة من المقدمات للسطوح للبحث الخارج أكثر منها ما عنده زين وما صاير المجتهدين جابوهم حط لهنانا لواء حط لهنانا فريق حط لهنانا عميد ليش شون السبب يقول لك هذا كان يجاهد وين بابا يجاهد شان شيش جاهد وين يجاهد جبونا راوون الجهاد ما لتا وين ما كو انتو تعرفون الآن الآن مؤسسة كبيرة من مؤسساتنا من مؤسساتنا البطاقة الوطنية في محافظة من المحافظات العقيد المسؤول بهذه المؤسسة بن شرشي كان اشتغل بن شرشي بيران حطي له عقيد لأن عنده خدمة جهادية واحد حطي له عقيد ركون في مؤسسة امنية كبيرة جدا زين ما يعرف يقرأ ويكتب واحد كان بالحوزة جابو هسا الآن هو لو نائب له رئيس جهاز الامن الوطني في محافظة من المحافظات الوسطة والجنوب طبعا أنا من قاعد نتكلم عرفوهم بالاسماء يعني مو يعني يشكلام بالاسماء عرفوهم وشايفهم وشوفهم بحياته بحياته ما داخل عسكرية حاطي هنا نذاك اللي يمطاك صورة نزيلة على الفيسبوك عميد شون صار عميد ما تعرف هاي العدالة الانتقالية نقعد نحشي بس هاي العدالة الانتقالية تطبقت في العراق العدالة الانتقالية لازم تطبق الحقيقية هي تطبق لفترة محددة فقط وتنتهي مو في سنة الفين وواحد وعشرين واحد يريد يقدم للانتخابات يقولوا لنا تروح جيبنا انت والله عندك علاقة بحزب البعث لو تروح هاي المسائلة والعدالة اشتثاث البعث هذا اي بعث اللي ورث من طاعة السنة شنو قاعد يفرق البعث الدجاجة هو شنو شنو هذا البعث اللي قاعد يفرق صالح من طاعة السنة مو خلصت خلصت تات الفين وثلاث قلوا أعذران على سبيلها وليش شنو البعثين ما موجودين بالبرلمان ما موجودين المكتب رئيسي الوزراء ما موجودين المكتب رئيسي الجمهولية ما موجودين بالوزارات ما موجودين بالجامعات ليش شعب كل كان بعثين وراحوا البعثين شنو ذابوا ثلجة وخلصت وما عطت بالشمس موجودين بس انتو اللي تريدوه تدخلوه المتريدوه ما تدخلوه قيادات عدكم في احزاب شيعية تدعي انها هي لو ما هي ما يتحرر العراق قيادات قيادات عدها رجالا ونساء بالصور وبالوثائق وبالكل شيء انه كانوا بعثيين ومو بس بعثيين بعثيين صداميين قريبين الى البعث بل مشتركين حتى في قتل الناس في الكاظمية وغير الكاظمية ما حد يتكلموا يهم نهائيا فالعدالة الانتقالية عدالة هي تسمى قوانين عدالة انتقالية يعني رادلها وقت تخلص مو تستمر هذا الاستمرار كله فلذلك هذه المحاور اليوم رجل نشوف اشلون طبقت هذه القوانين العدالة بالمناسبة بالمناسبة لا مؤسسة الشهداء ولا مؤسسة سجناء سياسيين الموجودة عندنا في بغداد قبله يطلعون بالبرنامج ليش لان المؤسسة مليانة فساد مالي واداري لان المؤسسة حولت بعض السجانين والجلادين الموجودين شانه في زمن صدام الى مناظلين والان يستلمون رواتب فيخافون زين هذا اللي بيته من زجاج يخافي طعب التلفزيون يخافي انوجيه له سؤال محرج ذاك الوقت يشيلوه حتى من منصبه زين اي واحد رفض حتى اعضاء مجلس النواب زين وعلى وجه التحديد وعلى وجه رئيس لجنة خلي اسمعني رئيس لجنة الشهداء في مجلس النواب العراقي لمن قلوله على الموضوع قال والله انا المفروض تخبروني قبل يومين